السلام عليكم ثامن ثامن احنا اخر فكرة عنا اللي هي طريقة ايجاد قياس زاوية رح احطيك الاسئلة اللي موجودة بهاي الفكرة واحلها معاك والاشياء رح ارجع اعيدها طلعيني هون سؤال اربعة باختبار ذاتي صفحة 59 هلا عندي المثلث الف باجي مثلث كبير والمثلث الصغير الف جيم ميم عندي مثلثين مثلث الف باجي عندي مثلث الف ميم جيم طب نيجي هون عن مثلث الف ميم جيم في عندي هاي الزاوية بما انها هون عندي منصف زاوية يعني رح يقص بالزاوية 90 الى نصفين هاي 45 وهاي رح تصير 45 طب عندي 45 وعندي زاوية كمان مجهولة وعندي زاوية مجهولة ما بادر اطلع زاوية واحدة عندي زاويتين مجهولات طب وياجي اشتغل على المثلث الكبير طلعيني عن مثلث الف جيم باع في عنده زاوية 90 زاوية جيم وعنده زاوية باع 40 في ضل عندي الزاوية الف هذا القانون في المثلث الف باع جيم في عندي زاوية الف زاوية باع زاوية جيم شو تساوي 180 درجة ليش؟ لأنه مجموعة زوايا المثلث 180 الزاوية الف مجهولة الزاوية باع قياسها 40 الزاوية جيم زاوية قائمة قياسها 90 كم مجموحهم 180 درجة دعونا نجمع الهربعين مع التسعين رح يعطيني 130 درجة تساوي 180 درجة ناقص 130 درجة ناقص 130 درجة اذا الزاوية ألف كم قياسها 50 درجة الزاوية ألف كلها 50 درجة بما انه عندي انا منصف زاوية يعني رح يقصبها بالنصف اذا الزاوية سين قياسها 50 على 2 رح يعطيني 25 درجة طلعت عندي الزاوية سين خلي نرجع نرسم المثلة الزاوية سين عندي طلعت 25 وما انه الزاوية اللي عندي الزاوية جيم 45 لانها منصف زاوية بتضل علي ايش الزاوية اللي هون المجهولة خلينا نسميها اي اشي مثلا منسميها لام هلأ هو بدو سين انا هيك خلص عندي السؤال خليني اطلع الزاوية لام الزاوية لام زاد الزاوية سين زاد الزاوية 45 اللي عندي كان بعطيني 180 درجة اذا الزاوية لام زاد 25 زاد 45 درجة بعطيني 180 درجة نجمة 55 بعطيني 10 30 70 درجة تساوي 180 درجة ناقص 70 درجة ناقص 70 درجة اذا الزاوية لام تساوي 110 درجات هاد كان معي سؤال 4 صفحة 59 اختبار ذاتي